موسيقى موجز بيهم الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصر رئيس الجمهورية السفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ماثيو تولر جرى خلال اللقاء جملة مناقشة جملة من القضايا والمواضيع التي تهم العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وأشهد فخامة الرئيس بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وشرعية الدستورية مثمنا التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني بالمنطقة وميليشياتها الحوثية من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء ومستوى التعاون والتنسيق بين البلدين لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن والمنطقة مؤكدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لليمن وشرعية الدستورية في مواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة حثى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على تمتين أواصر الأقوة التي تجمع اليمن بالمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المواقف والظروف بقيادة أقيه جلالة الملك محمد السادس الذي نهض ببلاده بخطا وثبات نحو تحقيق تطلعات شعبه والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة المستويات جاء ذلك خلال استقبال فخامته السفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة الدكتور عز الدين الأصبحي الذي أطلع فخامة الرئيس على نشاط وجهود السفارة بما من شأنه تعزيز وتفعيل جوانب التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعدة ناقش رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع محافظي شبوى محمد بن عديو استئناف تصدير النفط والمشاريع الاستثمارية والنهوض بمجمل الخدمات المقدمة للمواطنين كما ناقش رئيس الوزراء مع محافظي شبوى منفات تجهيز مطار عتق لتسير الرحلات الداخلية وإعادة بناء المنشآت المباني الحكومية التي تضررت جزئيا وكليا بسبب حرب الميليشيا الحوثية على الدولة من جانبه استعرض المحافظة بن عديو صورة شاملة حول المشاريع الاستثمارية التي ستعود بالفائدة لأبناء الشبوى بشكل خاص واليمن بشكل عام مثمنا اهتمام وحرص فخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك على النهوض بالتنمية الشاملة في شبوى حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بحارثة دعا رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك قوات الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل في محافظة حجة إلى التصدي للانقلابيين الحوثيين ومواجهتهم وأطلع الدكتور معين عبد الملك اطلع خلال لقائه مع محافظة حجة اللواء روكن عبد الكريم السنيني على مختلف أوضاع المحافظة والحصار الجائر الذي تفرضه ميليشي الحوثي على أبناء كشر وحجور واستهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة كما ناقش اللقاء الأسباب التي دفعت بالميليشي الحوثية للتوجه صوب محافظة حجة مستغلة بذلك الهدنة في محافظة الحديدة وقامت بمهاجمة المدنيين العزل في كشر وحجور من جانبه أعرب محافظ حجة عن شكره لدعم فخامة الرئيس الحكومة مشيرا إلى أن الميليشي الحوثية تستغل حالة العوز والفقر عند المواطنين وتقوم بتجيش أبنائهم كما أنها عمدت على تدمير المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والمدارس أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على دورة استكمال تحرير باقي مدريات محافظة صنعاء لما لها من أهمية قصوى جاء ذلك خلال لقاء الدكتور معين مع محافظ صنعاء عبد القوي شريف وناقش اللقاء استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل دوري لما تحمله من دلالة إنسانية عظيمة والمساهمة بتخفيف معاناة النازحين وأكد رئيس الوزراء أن المعركة ضد الميليشي الحوثية لا تقتصر على الحرب في الجبهات فقط بل تمتد إلى معركة توفير الغذاء والدواء والإيواء باعتبارها معركة حقيقية في تأمين المواطنين الذين شردتهم الميليشي في حربها على الدولة من جانبه ثمن المحافظ عبد القوي شريف دور الحكومة في دعم أبناء محافظة صنعاء كما أشاد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية بتقديم المعونات الإنسانية وكذا الدعم الكويتي المقدم للنازحين والمحتاجين للإغاثة من أبناء صنعاء واصلت ميليشي الحوثي خروقاتها المتتالية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة وكثفت الميليشي من عملياتها استهداف الأحياء السكنية خلال أيام الهدنة وشنت قصفا عنيفا بالقذائف على منازل المواطنين بمدرية التحية وأفادت مصادر محلية من سكان الحياة السقوطي القذائف في منزل المواطن سالم عبدالله أبومي واخترقت إحداها سقف المنزل وألحقت به أضرار كبيرة بينما سقطت أكثر من قذيفة بجوال المنزل وهدمت أجزاء من المنازل وأفادت مصادر أخرى عن تعرض منازل المواطنين في حي سكن آخر لقص من ميليشي الحوثي بقذائف الهاوزر ودمرتها وعقب الاستدافة طرى سكان المنازل النزوح والهرب من القصف للنجاة بحياتهم الخبر الأخير في هذا الموجز شنت مقاتلات تحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات تابعة لمليشي الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع تحركات للمليشي الحوثي الانقلابية في مدرية المتون وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشي الحوثي الانقلابية بالإضافة إلى تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لها نهاية المجلزة شكرا لطيبي متابعتكم للقاء بحول الله اشتركوا في القناة